على الجبهة الشمالية من إسرائيل لا تزال المنطقة الحدودية مع لبنان تشهد توترا متفاقما فاليوم تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الحارقة على أحراش جبل لبوني والإعلام وعلم الشعب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام ولمعرفة آخر تطورات في الجبهة الجنوبية من لبنان نتنظم إلينا من صيدة مراسلتنا سارة شحادة سارة إذن تطلعين على جديد القصف آخر التطورات على صعيد الشبكات نعم لنا يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف المنازل في جنوب لبنان حيث أغار الطيران الحربي على منزل في عيت الشعب تقريبا منذ قرابة الساعتين هناك معلومات عن وقوع إصابات صباحا أيضا تم استهدف منزل في مارون الراس وأودى القصف الإسرائيلي بحياة امرأة وإصابة زوجها أيضا تجدد القصف على بلدة كفركلة بعد استهدف منزل كذلك الأمر ولكن خالي خلال هذا الصباح صباح هذا اليوم حزب الله تبنى عدة استهدافات له ضد مواقع عسكرية إسرائيلية كان آخرها موقع لمطل وراميم أشير أيضا إلى التصعيد الذي حصل ليل أمس وهو خرق إسرائيلي قواعد الاشتباك حيث قصف الطيران الحربي على بعد أكثر من 50 كم عن الحدود اللبنانية أي في مناطق ليست حدودية وإنما في العمق اللبناني تحديدا في قضاء جزين وفي منطقات أو في مثلس قليم التفاح جزين وشرق صيدة في الأحراج القريبة من جباع وكفر ملكي هذه الحادثة لم يصدر أي بيان عن حزب الله إنما صدر عن الجيش الإسرائيلي قال بأنه استهدف مقر لحزب الله في الأراضي اللبنانية دون ذكر تفاصيل ثانية بالنسبة لحزب الله لم يصدر بيان يوضح فيه طبيعة هذه الحادثة إذا تم استهداف مقر له وهو غالبا لا يعلن عن أماكن البنى التحتية التي تستهدفها إسرائيل البيانات التي صدرت اليوم هي يتبنى فيها استهدافه للمواقع العسكرية الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان ومن بينها كان برانيت ونقطة الجرداح وأطلق مسيرات نحو مزارع شبعة شكرا لك سارة شحادي كنت معنا من صيدة